وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِرَةً لِلنُتَّقِينَ الله نهر السماوات والأرض مثل نوره كفشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقدم شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا أربيع يكاد زيتها يطيء ولو لم تمسسنا نور على نوره يهدي الله لموره من يشاء ويطرق الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر في عزمه يسفح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصال ليجزيهم الله أحسن ما أعملوا ويزيدهم من فضله والله يرجط من يشاءه بغير حساب يوم نعشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوك المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا قل من حرم مزينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك انقصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فبني التقوى وأصلح فلا خوف عليهم ولا أم يحسنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يدالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم وقال إن يقول يد الله مغلولا وقال إن يقول يد الله مغلولا قلت أيديه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما منزل إليك من ربك طويانهم مغفرا وألقينا بينه الأعداوة والبغطاء إلى يوم القيامة كلما أوقلوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاروا الدوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مبتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا ليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنهم كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقصقوا في اليتاما فانقعوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وأرباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فاكنوا هنيئا مريئا ولا تهت السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واخسوهم وقولوا لهم قولا معروفا